مساء الخير يسعد مساءكم اليوم نحن راح نتابع بأساسيات الأورج نشوف الأكتاف كيف بنعزيف ونأخذ لنا هيك شي عن مقام الماجور إذن بيكون الأكتاف هيك الأكتاف بيبتدئ من علامة الدو وبينتهي بعلامة الدو كيف عزفتهم؟ عزفتهم بأصابعي دو واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة هيك بيكوني أنا عزفت السلوم الموسيقي الخمسة بس أنا عم بشتغل عتاب بس أرجيكم السلوم يعني الأصابع ما بتتمكن منه صح فهو دو ري مي فا سول لا سي دو الأكتاف فيه أورجات فيه إلى فيها أربع أكتافات وأورجات فيها خمسة وأكتافات فيها ستة المهم نحن هذا الأكتاف بيبتدئ بهذول اثنين بتكون الدو دائما مشان دائما نفهمه بتكون فيه ثنتين علامتين السود بيكون الدو هي 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 بيكون عندنا دائما من فوق الدييز وهدول البي مول يعني هي دو هي دو بيمول دو دييز مقام العجر أو الماجور متل ما أنا دو ري مي فا لا صول دو ري مي فا دو ري مي فا لا صول لا صول لا سي دو هلأ فيه ناس بتقول هذا السلوم موسيقي أكيد هو السلوم موسيقي نحن من السلوم موسيقي منعزف مقام الماجور أو العجم بس بدي إياكم تنتبهوا لشعرين نحن مثل ما إنا بين بين الدو والري بعد وبين الري والمي بعد إذن اثنين في عندي هون نصف بعد 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 في عندي بالأخير نصف بعد كيف أنا بازف النصف بعد على الأرج بازف النصف بعد على الأرج على النحو التالي لاحظوا أنا عندي هون هون انتبه عندي هاي واحد اثنين سود ثلاثة أربعة خمسة لاحظوا عندي هون ما في واحدة سودية إذن بعد بين هاي و هاي نصف بعد لأنه ما في علامة ديالز أوكي هلأ بإمكاننا نحن ناخده هلأ من هون هدا و بإمكاننا ناخده من عند الصل بيصير مثلاً صل لا سي هلأ بين الصل واللا بعد بين اللا والسي بعد سي دو هون نصف بعد دو ري شو قلنا؟ دو ري بعد ري مي بعد مي فا بعد كمان صار عندنا اثنين نصف بعد ثلاثة فا صل كمان نصف بعد لاحظوا بين المي والفا بين الفا والصول نصف بعد بين الفا والصول نصف بعد يعني باخد أي علامة إذن نصف علامة هون الفا نحن أخدنا أنه فيه بين الفا والصول بعد كامل بما أنه نصف بعد ما عدت الفا شو بده تكونها؟ قديد وبس يتأمن فرق بين هدئي بيصير الدرس أسهل وأنا جاهز دي كل الأسئلة تكون وعان جديد كل عام وانتوا بخير موسيقى